هي مشاركة للعام الثالث على التوالية التي تسجل من خلالها وزارة الداخلية السعودية تميزاً ووضحاً من خلال منصتها المتميزة ضمن فعاليات معرض جيتكس 2017 للتقنية والذي يشكل أحد أهم المعارض العالمية في قطاع التكنولوجيا وهذا من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من أركان تمازج المحتوى المقدم مع الخدمات والأنظمة التقنية التي تقدمها الوزارة بقطعاتها المختلفة والتي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المشاركين والزائرين للمعرض بجميع فئتهم وتحقق رغبات ومقترحات الكثير من الزوار أيضاً تأتي مشاركتنا لهذه العام كمشاركة ثالثة تؤكد وتجسد النجاحات التي قامت بها وزارة الداخلية في المشاركتين السابقتين وأيضاً تجسد إيمان الوزارة الراسق بتحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين في ظل توجهات القيادة الرشيدة خدماتنا هذا العام نحن مشاركين بعشرة منصات وطنية خاصة في التحول الرقمي إضافة إلى التقنيات والأنظمة الأمنية والخدمات والأنظمة التقنية والتطبيقات والأجهزة الذكية نهدف في مشاركتنا هذا العام إلى تصريط الضوء على خدمات وزارة الداخلية التقنية الهادفة إلى تيسير معاملات المواطن والمقيم على حد سواء مشاركة وكات الوزارة اللحوة مدنية ضمن جناح وزارة الداخلية امتداداً للخدمات المقدمة للمواطنين من ضمن الخدمة تكون إن شاء الله في القريب العاجل هي التسليم الهوية وطنية عن طريق الجهاز تكون متاحة للمواطنين خلال 24 ساعة في جمع أيام الأسبوع التجربة السعودية تقدم هنا نموذجاً متميزاً في معرض جيتكس 2017 والذي يركز على التكنولوجيا المبتكرة التي سيؤدي استخدامها وتطبيقها لتحول المؤسسات لقوى إنتاجية عالمية كما سيطلع زوار المعرض على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنترنات الأشياء كما تدعم فعالية المعرض معايير التحول الرقمية الذكية وتتبنى أنماط المدن الذكية خاصة مع مشاركة ما يزيد على 4100 عارض من أكثر من 70 دولة فضلاً عن شركات تشارك للمرة الأولى ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 100 ألف زائر ووفوداً من دول عدة إنا من باريس لنستعرض هنا تكنولوجيا مبتكرة ولنقدم للجمهور والمؤسسات والحكومات تطبيقات عن تسجيل فيديوهات متخصصة وفق تكنولوجيا آمنة بعيدة عن أي اختراقات وما يميز هذا التطبيق هو تسجيل فيديو وتحويله ضمن أي شبكة داخلية لأي مؤسسة المعرض يقدم أيضاً آخر مبتكرته التقنية والتكنولوجيا من تطبيقات وتسهيلات علمية وعملية وهو ما أبرزته الشركات العالمية الأوروبية الحاضرة هنا أيضاً من خلال استعراض مكتسبات تكنولوجيا حديثة خاصة ما يتعلق بالتواصل عن طريق طلق مبتكرة وحديثة إذن هو تميز تشجيله للمملكة العربية السعودية من خلال مشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية من خلال طرحة أهم ما انتجته التكنولوجيا في معلومات الأمن وأمن المعلومات أيضاً لقناة الإخبارية عبدالله بخوش دبي